السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك علينا وعليكم الفيديو اللي انا اعرضه دلوقت ده فيديو مهم جدا وخطير جدا الفيديو ده لمريم اللي هي بنت اخت الشخص اللي نسب الطفل اللي سموهه شنودة لإسمه الفيديو فيه معلومات مهمة جدا خطيرة جدا اتمنى من كل شخص فعلا لله سبحانه وتعالى ينشر الرابط او على الاقل خالص ينشر الفيديو لان حقيقي الكلام مهم جدا وخطير اوي 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 انا بعتذر ان انا مقدرتش اغطي وشها لان يعني هي تعتبر شاهدة وشاهدة مهمة فقضية خطيرة جدا فما كان صعب ان انا غطي وشها يعني شوفوا الفيديو انا مريم يوسف انا وارق قادي انا سني 29 سنة انا قريبة فاروق وامال فاروق ده خالي وامال دي مرات خالي وانا طلع علشان اوضح حقيق وهم طلعين وبيقولوا احنا لقينه في كنيسة ومش لقينه في كنيسة واب كاهن القصة دي مش حقيقية جماعة الموضوع ده بدأ يعني انا لما بلغت عن الموضوع ده تقريبا من سنتين ونص بلغت باني ده مخطوف وطبعا ابتدت بقى النيابة تتحقق معهم وتجيبهم وتعرف تفاصيل يعني انت مريم صاحبك البلاغ ايوة انا مريم انا بالضبط بخطف الطفل اللي هما سموه شنودة اه اللي سموه شنودة بناء عن تقرير طبي كانوا جايبينه من دكتور اه بناء عليه طلعوا شهد الميلاد المزورة اه طبعا انا يعني انا بطلع دلوقتي وبقول وبكشف الحقيق دي ليه علشان شايفة اني هما كل الكتب اللي هما بيجذبوه كل الخدع والكلام اللي هو مش مزبوط اللي خدعين بيه الناس والعالم كله يا جماعة ما تصدقوش اي حاجة تتقلقو خلاص صف اللي يضم اتبحث عم الحقيقه لازم تبحثوا وانا اللي خلاني استعدتي نجانا هن كuggling مش عارف اوصل عشان مش عارف اوصل فانا ما ظهرتش لو صوت الحقيقه اللي هو انا عندي الحقيقه كلها هنANTIP قلقه خلقين بش عارف اظهر لمش عارف اظهر انا واحدي ومش عارف اظهر وهم فيه ناس ساعدتهم انوتهم يظهروا وبعدين بيقولوا اه انه احنا لاينا في كنيسة في الفترة اللي هما بيقولوا احنا لقناه في كنيسة ما كان قبلها فيه تحقيقات معهم في النيابة ما قالوش ليه احنا لقناه في كنيسة وفي حمام كنيسة وفيه أب كاهن ادهلنا ما قالوش ليه الكلام ده هناك سر فيه حاجة مش مفهومة ما قالوش ليه الكلام ده في التحقيق أنا برضو يعني أنا برضو عايز أفهم يعني أنتو ما قالوش ليه الكلام ده في التحقيق هما طبعا تمام وكشفتنا ان هتقولي حقائق هتقلب يعني ايه مصار القضية الحقائق اصلا يعني انا اللي خلاني مش يعني الحقائق محرجة والحقائق هتخليني ان انا هكشف حاجة هتخصني وتخصهم بس الحق احقا يعني اللي بيقولي الحق بيقوله حتى لو على الحق تمام مدى اللي خلاني اصريت ان انا ادور وابحث عشان اوصل صوتي ووصل صوت الحقيقة للناس الناس تكتشف الحقيقة الناس تشوف الحقيقة ما تبقاش مغدوعة الحكاية ان قصة الطفل اصلا هو ما تلاقاش في حمام كنيسة ده ده مش ده ده ملوش اي صحة اصلا من اللي هم طلعين بيقولو مفيش اب كاهن ادهولهم لاني بالاختصار كده مفيش اب كاهن هيحط نفسه في مسئولية كبيرة زي دي ومفيش اب كاهن بيوزع عيال يا جماعة على الناس ومعليش يعني حتى لو حصل الكلام ده الاب الكاهن اول حاجة هيعملها عشان يخلي مسئوليته هيروح ويبلغ ان في حاجة حصلت كذا 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 وانا لقيت كذا كذا في الكنيسة عندي تمام تاني حاجة ان هم ما قالوش الكلام ده في تحققات النهابة في تحققات النهابة ما قالوش اني الطفل ده احنا واخدينه من الاب الكاهن الفلاني او من الكنيسة الفلانية طب ليه ما هنا فيه سر ليه انتوا طلعتوا من بعد ما اتاخد منكم الولد بكذا شهر متاخد من شهر اتنين جايين في شهر تمانية او شهر تسعة تطلعوا وتنشروا الدنيا ان ابننا واتاخد مننا واحنا فلانة بلغت وعلشان ورسوا مش ورسوا ما فيش الكلام ده اصلا كله كدب كله هما بيغدعوا الناس قصة الولد اني فيه فيه يا جماعة فيه يقصفني ان انا اقول واحدة غلطت الواحدة دي الواحدة دي يا جماعة للاسف قربتنا وما فيش حد معصوم من الغلط اه غلطت و ومشت مع واحد والواحد ده طبعا مسلم وقعدت فترة معاه واتجمعوا عليها في الاخر يعني باي شكل باي طريقة انا ما عرفش التفاصيل اه طبعا غلطت غلطت وكلمة تزوجها اصلا يعني هي قعدت فترة معاه بس الله اعلم باللي حصل ما بينهم يعني الخلافات او مشاكل وبعد كده سبت ومشيت يعني هي تزوجت من شخص تمام اه تزوجت من شخص اه قعدت معاه برا في منطقة بعيدة تمام الله اعلم المنطقة فين مكانها كانت فين قعدت معا حوالي قد ايه بالظلط هم كم شهر بس انا مش فاكرة بالتقريب قد ايه بعد ما رجعت بعد ما رجعت كانت حامل يعني هي رجعة حامل كانت حامل من الشخص ده الشخص المسلم ده تمام وطبعا حطوها في مكان وبعد ما تمت يعني فترة حملها من اللي حطوها في مكان اللي هو اهلها 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 والدها والدتها يعني اه اهلها وجوزها كلهم يعني كلهم مع بعض يعني جوزها وابوها وامها وعمها ومرات عمها المتزوجة من شخص نفس الديانة بتاعتها تمام تمام وعندها يعني انجبت منها انجبته يا بنتين اه طيب ثم بعد ذلك مشت مع شخص اخر بالزبط ديانته مسلم تمام ويعني رجعت حامل منه تمام صحيح كده تمام لما رجعت لأهلها ايه اللي حصل اخدوها حطوها في مكان اه لغاية ما اتمت طبعا فترة حملها هو معلش يعني هو مكان وخلاص يعني انا الحياة كلها شون خطر الناس انت طرعت قولي حياة فتقوليها كانت حطوها في دير لغاية طبعا ما اتمت فترة حملها وبعد كده اه كانت مراد فاروق طبعا عشان اه يعني انها ما بتنجبش دي اه مراد فاروق اللي هي امال اه اللي هي مراد خالي ما بتنجبش اه اه اللي مدت مسلا تسعة وعشرين سنة او تلاتين سنة اه اه دي برضو في الاول وفي الاخر هنقول دي حاجة بتاعت ربنا تماما وآ يعني يمكن هي استغلت الموقف استغلت الموقف وآ قالت هاخد الولد يعني انها كانت مراتبين انهم ياخدوا الولد ويربوه ويكتبوه على اسمهم بعد ما تنجبوا الام دي ياخدوه هم ويكتبوه على اسمهم يعني ايه يبقى ابنهم بس المهم طبعا حصل اللي حصل ده وجابوا الولد وفي الفترة اللي هي كانت اه الام دي الحقيقية كانت في الدير وقعادنا في الدير لغاية ما تتم حملها وكان في الوقت ده طبعا بيغيروا لها ورقها لان كان والدها بيروح كل شوية استجل المدني عشان يطلع لها شهد الميلاد كان بيلاقي الديانة متغيرة من مسيحية لمسلمة لكن بنفس الاسم يعني اسمها هو هو لكن هي خانة الديانة هي المتغيرة وبعد كده يعني جزها اللي هو الاولاني المفروض اللي هو المسيحي جاب لها محامي يعني في الوقت اللي هم لما يتجمعوا عليها وحطوها في دير كان في حاجتين يعني بيحصلوا اللي هو ايه اللي هو جزها الاولاني ده كان جايب محامي بيجري عشان يجب لها ورق او يخلص لها ورق بانها تاخد تحصل على حكم محكمة بانها مسيحية بحكم محكمة تصبح باسم جديد وبهيئة جديدة وبشخصية جديدة عشان تعرف تتعايش ويعرف ايه بعد كده يعني تتعايش في حياتها عموما وفي نفس الوقت كانت امال دي اللي هي مرات فاروق اللي هي مرات خالي كانت مرتبة انها يعني عشان المنطقة بقى والناس والشارع فالناس عارفين انها ده ما بتخلفش لها سنين فبالتالي لما تظهر مرة واحدة كده بالطفل الناس عتتساءل مين ده فهي عشان يعني تمنع الكلام ده وتمنع الاسئلة دي فكانت معلش يعني يعني بتنزل بتتصنع الحمل كان يعني معلش يعني بتحط حاجة على اساس انه يبقى يبان علامات الحمل بالزبط بالزبط اه فالناس سألت ايه ده فقالت لهم اني ربنا كرمني فطبعا عد الوقت عدت الاشهر خلفت اللي هي الام الحقيقية جابوا الطفل ابني يعني ابني ساعات بدمه زي ما بيقولوا ايوه لانهم كانوا مرتبين قبلها يعني اول ما اتجمعوا عليها اول ما اتجمعوا على الام طبعا هي كانت يعني انا انا ما كنتش معاهم بس انا كنت عايشة معاهم وعلى ايدي كل التفاصيل دي وعلى ايدي كل الكلام اللي انا بقولوا على مسئوليتي وانا عارفة بقول ايه اي نعم انا ما كنتش بتحرك معهم في كل مكان هما بيروحو لكن انا عارفة كل حاجة واللي انا بقول والتفاصيل اللي بقولها دي دي حقيقية انا ما بقولش كلامه وخلاص برضو لما كانوا مرتبين اواجه اي حد اي حد مش هما بس مش هما بس اواجه اي حد لان بجد بجد كده كتير كده كتير اللي هما بيعملوه الخداع والكد كفاية كد يا جماعة كفاية يا جماعة حاولوا لما تسمعوا اي حاجة مش القصة دي بس انا بطلعوا وبقول مش اي حاجة تسمعوها تصدقوها وتجروا وراها على طول يعني ايه حاولوا ان انتوا تسألوا تبحثوا عن الحقيقة شوفوا الحقيقة ايه هو مصدر الحقيقة الوحيد هو انا كنت مخفية انا كنت مخفية ومش عارفة اظهر مش عارفة انا ما كنتش عارفة اظهر ما كنتش عارفة ابان ليه مش عارفة اوصل لحد عشان يوصل صوتي يوصل صوتي الحقيقة فانا اه كل اللي يهمني انا مليش اي مصلحة اه كل اللي يهمني حكاية بس الاول هنا اريدت لدي لما وضعت الدير تمام وضعت خلاص وضعت الطفل تمام حكي لي بقى ايه اللي حصل بس اه اتمت فترة حملها ووالدت هنا مفروض الطفل ديانته مسلم المفروض اه طبعا لان هو اصلا متجوزة بواحد مسلم تمام اللي هي اتجوزته اتجوزته واحد مسلم يعني مش واحد مسيح مسلا عشان الطفل ينتسب للأب المسيحي تمام والعكس بالزبط بالزبط تمام بالزبط فانا دلوقتي يعني بعد وضعات الام وضعات الام تعتبر بنت بنت اخو فاروق خالي صحيح كده انا صعب عليا يا اسز فضل المهم وضعت الولد واخدوا الولد ابن ساعات راحوا طبعا تاني يوم بي يعني جابوا ما تعرفش كانوا مرتبين مع دكتور الدكتور ده ازاي ايدي الهم يعني تمكنوا من تسجيله جابوا جابوا من يعني دكتور كان الدكتور ده فتح عيادة او في مستشفى ماري مرقص في الشرابية تمام المهم الدكتور ده ادهم طبعا ازاي تقرير من عنده ان انا الدكتور فلان الفلاني قمت بولادة فلان الفلانية اللي هي امال وولادة طبيعية وكانت ولادة في المنزل يعني الدكتور كلام مشارك في هزيك بالزبط كده برضو انا يعني لما جابوا الحاجة دي وعملوا شهد الميلاد بالتقرير ده خلاص بابنهم بايه على اسمهم يعني يروحوا بيه في اي مكان يطعموه يعملوه اي حاجة بشهد الميلاد المفروض انها مزورة تمام غير صحيحة غير صحيحة طبعا فطبعا بعد كده رب الطفل رب الطفل لمدة كم سنة لمدة مثلا كانت يعني ثلاث سنين او حاجة زي كده يعني في الرنج ده كده طبعا حصلت مشاكل هم يعني تسببوا لي في مشاكل وكانوا عايزين تردوني ويرموني في الشارع انا يعني يا جماعة انا انا فعلا مظلومة ليك كماريزين يبينوك عشر يعني يعني حاصة الي انت الوحيدة اللي عارفة الحقيقة وكان عايزين يبينوك على الموضوع ده انا عشان عارف Rosen الحقيقية وعارفة كل شي تمام وغير كده هم عايزين يطردوني من البيت المكان ده اروح فين تمام علشان يراد اخواتي خالي يراد الهزان عالحسابي أنا أنا مليش أي مصلحة غير مصلحتي أنا إن أنا أطلع وواجه الدنيا كلها ودافع وقول يا جماعة ما تصدقوش الكتب ده دي 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 كلها يعني خدع ومؤمرة منهم على البلد أنا اللي يهمني البلد صدقوني اللي يهمني البلد أني إحنا كلنا واحد وبلدنا مصر ربنا يحفظها ويحفظ شعبها أنا 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 حزينة أنا حزينة على اللي بيحصل أنتوا لإمتى هتفضلوا مستمرين في الكتبة دي لإمتى فوقه كفاية طيب إيه اللي وصل موضوع للكبار؟ إيه اللي وصل موضوع للكبار؟ إن هم أدرأتي بيختصموا بيختصموا وزير العدل ووزيرة التضامن ووزيرة الدخلية يعني ده ده برضو يفسر إيه؟ من المسؤول عن هذه الأرض؟ الأستاذ نجيب جبرايل وللأسف عارف الحقيقة وللأسف عارف الحقيقة اللي أنا بحكيها عارف الحقيقة دي كلها؟ اللي أنا بحكيها وللأسف برضو أقولي بس مصمم إنه هو يبقى مكمل في الضلل طب ليه أستاذ نجيب؟ ليه؟ يعني أنا عايزة أفهم كل اللي بيحصل حوالي ده إيه الهدف منه؟ غير تضمار البلد؟ غير تحصل بلبلة وفتن في البلد؟ ليه؟ إيه الهدف من كده؟ هتكسبوا إيه؟ هتستفدوا إيه؟ هم مفروض مفاهمين إنه الطفل مسيحي الولد؟ الولد مش مسيحي يا جماعة هم مفاهمين؟ هم دراتي مفاهمين اللي بس بيستعطقوا الناس علشان خاطر داخلين من ناحية أن الطفل مسيحي وتم تغيير ديانته إلى مسلم تمام لكن الحقيقة على حسب روايتي إن الطفل أصلا مسلم لأن والده مسلم وهم هم اللي غيروا ديانته إلى مسيحي فعشان كده تم تغيير ديانة الطفل مرة أخرى إلى مسلم تمام بسأل فاروق وبسأل أمال وبسأل أستاذ ناجيب وبسأل أي حد يعني داخل في الموضوع ده ويدفع بكل قوته يعني الناس اللي هي ما تعرفش الحقيقة أنا عزراها زي الأستاذ أحمد عبد ماهر زي الأستاذ فاطمة نعوت زي كل الأسادزة اللي هم دخلين في الموضوع وميعرفوش الحقيقة ومسمعوش الحقيقة أنا عزراهم لكن ما عزرش أنا الأستاذ ناجيب جبرايل اللي عارف الحقيقة وبرضو مصمم ومازال بيدافع على حاجة غلط على حاجة غلط مؤامرة ده كده أنا بسميه مؤامرة ده كده أنا بسميه يعني هسميه إيه طيب غير إنها مؤامرة على البلد طب ليه؟ طب هتستفدوا إيه؟ أكيد فيه هدف فيه سبب وليه الطفل ده هما متمسكين ده؟ بالزبط بالزبط يعني اللي كنت تتبني طفل أو من 30 سنة ما كنت تتبنيت طفل بالزبط كده يعني اللي تبنى طفل هي تبنى طفل ده؟ وبعدين أنا وبعدين أنا يعني أنا تحطيت مثلا في موقف زي ده والدنيا خربت فيه خلاص أتنازل وستوب بالغاية هنا ومسلا عايزة أحس إن أنا أم وأحس إن أنا ربنا عوضني أو أحس بإحساس الأمومة أروح أشوف طفل تاني مش شرطة أتمسك بدأ طب يا جماعة بالزبط بالزبط ده بغض النظر من الديانة يعني بغض النظر دلوقتي من موضوع الديانة أنا متمسكة ليه بدا بالذات؟ عادي مش لازم نفس الديانة بس أعرف اللي ده ديانته كذا مغيرش ديانته إلى ديانة أخرى أخذوا على نفس الديانة بتاعته تمام يعني أنا 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 مستغربة أنا مستغربة يعني برج من دماغها يطير طب ليه؟ ليه اللي بيحصل حوالينا ده؟ في سر طب الناس ما بتتسألش ليه إيه 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 هدفهم؟ أو إيه سر إن هي مصممة على الطفل ده؟ عشان فيه وراء حكاية وراء قصة وضع الأم الحقيقي المخفية هم خافينها هم خافينها هم خافينها ومش قادرة تظهر لأن مأيدانها مأيدانها يعني عمرها في يوم الأيام كانت تقول لده ابني هتخاف هتخاف لأن الدنيا هتبوز فهم بالنسبة لهم دي مشكلة ومشكلة كبيرة وعايزين يعالجوها بأي شكل وبأي طريقة هيعالجوها إزاي؟ تمام ماشي هم فاكرين هم تمام هم فاكرين هم كده بيعالجوا بيعالجوا وبيداروا بالعكس الحقيقة الحقيقة عمرها ما بتروح عمرها ما بتتدفن حتى لو ما ظهرتش بعد سنة بعد اثنين بعد شهر بعد يوم برضو هيجي يوم وهايجي وقت وهتبان صوت الحقيقة بيبان بما أن على حسب رواية حرورتك أن الأب هي أنتو مسلم والموضانة ما قاله بتاع أربع سنين أو ما يقرب من خمس سنين أكيد هو عارف عارف باللي حصل عارف باللي حصل ما يعرفش ان ليه ابن ما يعرفش ما يعرفش ان ليه ابن يعني ما كانش يعرف ليه حامل يعني الشخص ده حتى لو بيتفرج على على الفيديوهات أو على الموضوع عمتا واخد ضجة وضجة كبيرة لو هو من ضمن الناس اللي بتتفرج على على الكلام ده مش هيعرف ان الكلام ده يخصه لكن عارف مرات الوقت وزوج منها بالضبط بالضبط لكن مش عارف انها كانت حامل في الوقت اللي هي مشيت وسبته الله اعلم كانت الطريقة ازاي سبته ازاي لان هو اصلا يعني كان شبهة حبسها يعني معقولة ما حصلش تواصل ما بينهم بعد ما سبته ومشيت لا مجرد ما هي سبته ومشيت اهلها اخدوها وتحطت في دير لغاية ما تمت حملها وبعد ما خلص موضوع الحمل وولدت واخدوا الطفل وايدوا باسمهم فاروق وامال من بعدها خلاص كده الشخصية دي الشخصية دي او الام الحقيقية دي اتغير ورقها واتغير كيانها واتغير كل حاجة بقت شخصية تاني خالص بناءات ما تاني خالص غير اللي كان معها القصة اقول لهم كفاية في هذه البلد يعني كفاية كفاية دمار انتوا مش دريانين ان انتوا بتدمروا البلد لامتا هتفضلوا في الخداع والكتب ده لامتا كفاية انا يعني نصحتي ليكو كفاية يعني كفاية يعني اقول لكم اكتر من كده انتوا مش مش حاسين انتوا بتعملوا قف البلد الموضوع من بعد ما كان مجرد محضر متحرر في الاسم وبعدها تحقيقات في النيابة يعني حاجة بسيطة حاجة حاجة ملمومة الموضوع كان ملموم بينكو ما بين النيابة او بينكو ما بين الحكومة دلوقتي بقيت رأي عام بقيت على مستوى مصر ومستوى العالم كله اكيد التفل بمناسبة الكلام حضراتك يعني خضع لتحليم دين ايه ده بالفعل النيابة عمل التحليل دي ان ايه للطفل والامال والفاروق واثبت ان الولد مش ابنهم والورق ده مزبوط عند النيابة وموجود في النيابة موجود عند الحكومة يا جماعة ما تلموش او ما تجبوش الغلط على القضاء القضاء فاهم هو بيعمل ايه كويس يا جماعة افهاموا الصح ما تفهموش غير الصح واقعدوا كده مع نفسوكوا واسألوا طب ليه القضاء من بعد ما القضية ليها سنة في المحكمة زي ما الناس بتقول اه اتمت سنة او اتمت اكتر او اتمت اقل ليه اخدت عدم اختصاص في الاخر فيه سر فيه اه جلسة 18 ثلاثة ليه في الاخر 18 ثلاثة اللي هي الجلسة الاخيرة بتاعت 18 ثلاثة الشهر ده بالضبط ليه ما سألتوش نفسوكوا بعد الفترة دي كلها القضاء في المحكمة وفي الاخر المحكمة ترد بعد مختصاص ما برضو فيه فيه حاجات كده المفروض لما نسمحها نفكر فيه فيه الغاز مش مفهومة هنا بقى فيه سر السر اللي انا طلعه وبقوله الحقيقة اللي انا طلعه وبقولها ما تصدقوش الناس اللي طلعه بتخدعكوا الناس دي هدفها اه بلبلة اه اه يعني البلد تتهز البلد تحصل فيها اه فتنة تحصل فيها مشاكل ده هدفهم لو هممهم البلد مش هيعملوا كده لو هممهم البلد فعلا واستقرار البلد وان احنا كلنا واحد ومسلم مسيحي ده 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 حاجة واحدة مفيش فرق ما بيننا احنا كلنا اخوات اه اه من زمان بالوحدة طبعا ليه طب انت هتكسبه ايه كفاية 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 ما تضلوش الناس اكتر من كده يا جماعة افهمه يا جماعة استوعبه ماينفعش ماينفعش انه بقى يعني فيه صوت الحقيقة ويتكتم وصوت الضلل والكذب والخداع هو اللي يظهر ماينفعش ماينفعش وانا طلع وبقول الكلام ده وعلى مسئوليتي ايه 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 مستنى ايه مني في الظلم اللي انا شفته انا الظلم مافيش بعده انا الظلمت واتبهدلت انا اللي شفته في حياتي ماحدش يتحمله ماحدش يقدر يشوفه يا جماعة اللي قدامكو دي شافت حاجات ومرت بحاجات اقرب ماليها بيناش في لحمها سيبتوا ايه الغريب سيبتوا ايه الناس الغريبة هتعمل ايه فيه يعني الناس الغريبة لو عملت اي حاجة ما هتتلمش قدام اني اقرب ماليه المفروض انه يحتويني ويحتضني ويطبطب علي هو اللي بيقطع في لحمة مستنين ايه طيب طب ما فكرتوش ليه اني انا لما بلغت بلغت الغريب انا العيل مش في دماغي اصلا جابوا عيل ما جابوش عيل أنا مش في دماغي ده انا من اول الناس اللي كنت اقولهم هادو طفل العالم ربنا بكل كلمة انا بقولها العالم ربنا ويشهد عليها ربنا لكن فعلا انا تخدعت في الناس دي انا اصطدمت اصطدمت فعلا في الناس دي الناس دي مش تمام الناس دي مش كويسة اهو 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 رب مالية اهو خالي اهو امراد خالي اهلي خدعت فيهم واصطدمت فيهم يا جماعة كفاية يا جماعة كفاية ضلل وكذب واخدع عن الناس يا ناس فوقه اسمعوا صوت الحقيقة اعرفوا اقعدوا مع نفسوكم كده يعني خلوا مش عارفة وليه يعني اقعدوا واترووا كده مع نفسوكم وشوفوا طب اللي بلغت دي بلغت ليه وبلغت بعد ما الطفل جيه بقد ايه طب اشمعنا يعني يعني انا لو هدفي من وجهة مذرك يعني اللي خلها مشكلة أسرية اهو مشكلة عقلية يعني تتحول لها مشكلة رأي عن هذا الشكل هم اللي حولوها مش أنا هم اللي هو خالي ومراد خالي اللي هو فارغ وامال فيه غيرهم هم اللي فجروا اللي ساعدهم انا انا معرفش مين اللي ساعدهم بس اعرف اني يمكن خد بأيديهم فأول خطوة هو يكون الأستاذ نادر شكري يكون الأستاذ نادر شكري اللي هو برضو عارف الحقيقة وسامع الحقيقة محاني برضو محاني برضو الأستاذ نادر شكري ده صحفي فالأستاذ نادر شكري أعرف الحقيقة وسامع الحقيقة يعني اللي اللي على ايدي أنا يعرفوا الحقيقة هم تنين وبيدفعوا ومصممين ان هم يعني لغاية آخر وقت والآخر دي ان هم برضو يدفعوا على الكتب على الضلل على الخداع طيب هتستفدوا ايه الأستاذ نادر شكري مشروح له الموضوع مني مني أنا شخصيا في التليفون شكرا لك